اشتركوا في القناة وممتلكات البحرين القابضة ممتلكات صندوق الثروة السيادي في مملكة البحرين للاستحواذ على كامل ملكية اعمال تصنيع السيارات في ماكلرين بالاضافة الى الاستحواذ على حصة غير مسيطرة في اعمال ماكلرين للسباقات وبهذه المناسبة قال معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس ادارة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات ان هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة ضمن رؤية ممتلكات الاستراتيجية لنمو مجموعة ماكلرين والتي تضمنت عملية اعادة التنظيم والهيكلة في مجموعة ماكلرين مما ساهم في فتح افاق وفرص للتعاون والشركات الاستراتيجية من جانبه اكد معالي جاسم حمد بعتابة الزعابي رئيس مجلس ادارة سايفن القابضة على اهمية هذه الاتفاقية في دعم رؤية سايفن الرامية الى تسريع الانتقال الى مستقبل اكثر استدامة وابتكارا مشيرا الى انها تعكس الدورة المتنامي لامارة ابو ظبي باعتبارها مركزا عالميا للتميز والابتكار في قطاع التنقل المتقدم وتأتي عملية الاستحواذ بعد الاعلان عن توقيع اتفاقية شراكة مبدئية بين ممتلكات سايفن في اكتوبر من هذا العام حيث تسعى سايفن من خلال هذا الاستحواذ الى تمكين ماكلرين من تحقيق الاستفادة الكاملة من امكاناتها عبر توفير الخبرات المتخصصة في مجال الهندسة والتصميم والتكنولوجيا المتقدمة بالاضافة الى توفير كفاءات قيادية مؤهلة لتعزيز مسار ماكلرين نحو تحقيق المزيد من النمو والارتقاء بعمالها الى افاق اوسع ومن الجدير بالذكر ان هذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية ممتلكات وجهودها المستمرة لرفع كفاءة محفظتها وتعزيز وتنمية اصولها لتحقيق عوائد مستدامة طويلة الاجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر